ترجمة نانسي قنقر من منطلق اهتمام جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعى بنهج الديمقراطية وتكريس ممارستها جاء مشروع جلالته الإصلاحي الطموح المتمثل في مثاق العمل الوطني حامل الرؤية ملكية ثاقبة أسست للعمل النيابي والديمقراطية الفاعلة فمملكة البحرين التي تشارك اليوم المجتمع الدولي لاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية حرصت أن تجعلها نهجا لعملها من خلال عدة ممارسات مرتبطة منها احترام ثقافة حقوق الإنسان وحريته وإجراء انتخابات منظمة ونزيهة ودعم السلم الاجتماعي وإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة كلها ممارسات جعلت منظومة الديمقراطية في مملكة البحرين تسير بخطا ثابتة وتتطور وتحقق إنجازات تشهد لها منظمات المجتمع الدولي وهيئاته بفضل الدعم الذي تلقاه هذه المنظومة من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فالإنجازات التي حققتها مملكة البحرين عبر تكريس عدد من المبادئ المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات المدنية عززت من ممارسة الديمقراطية التي تقوم على المشاركة الشعبية الكاملة في صنع القرار وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات ضمن منظومة دستورية وقانونية وتشريعية ومؤسسات وطنية فاعلة وها هي مملكة البحرين تشارك العالم احتفاله باليوم الديمقراطي وهي على موعد مع استحقاق نيابي جديد بعد صدور الأمر الملكي السامي رقم 26 لسنة 2022 بشأن تحديد موعد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب لتستمر المسيرة الديمقراطية الشاملة عبر المشاركة الشعبية الفعالة وفق الأسس والضوابط الوطنية التي أرساها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين